أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مستوى التنسيق والتعاون والتقارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عكست تلاحمها قيادة وشعبا والتي شكلت حصنا منيعا أمام كافة التحديات مما جسد وحدة الهدف والمصير المشرك وعلى ما تلقاه المسيرة المباركة لدول المجلس من اهتمام ورعاية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مشيرا سموه إلى جهود الدول نحو تكريس الأمن المشرك إزاء كافة التحديات التي تمر بها المنطقة وتعميق مفهوم لاستقرارك مرتكز للتنمية المستدامة وحماية المكتسبات مشيرا سموه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية الخليجية الوثيقة واطلاع دول المجلس بدعم وترسيخ كافة أوجه التعاون والتكامل فيما بينها في مختلف القطاعات والتي بينها الالتزام بالأمن وتعزيز قدراتها في الحفاظ على أمنها وتحقيق استقرار هذه المنطقة الحيوية جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله في الأكاديمية الملكية للشرطة اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نائف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس الوزراء بدولة قطر وزير الداخلية وسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان بحضور معالي الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وذلك بمناسبة حضورهم ختام فعاليات التمرين الأمني المشرك أمن الخليج العربي الأول حيث رحب سموه بمشاركتهم معربا سموه عن اعتزازه وفخرة بنجاح هذا التمرين الأمني المشرك الذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من السابع والعشرين من أكتوبر وحتى السادس عشر من نوفمبر الجاري والذي جسد صورة أخرى للتنسيق المشرك نحو صياغة الاستراتيجيات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي وآرت فيها بهذه الفعاليات التي تشكل ميدانا حقيقيا لرفع الكفاءة والجاهزية لردي كافة التحديات الأمنية التي تواجه دول المجلس مجتمع وتحقيقا لإرادة التطوير للقدرات الأمنية والرغبة المستمرة نحو تأكيد العمل الخليجي المشرك واشهد سموه بالمشاركة الواسعة في التمرين المشرك ونجاحه الذي أسمى فيه الجميع تحقيقا لإرادة التطوير للقدرات الأمنية والرغبة المستمرة نحو تأكيد العمل الخليجي المشرك متنيا سموه على الأدات المتميزة والجاهزية الأمنية للقوات المشاركة هذا وقد قام صاحب السمو الملكي وليلعه نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ما دبت غداء تكريما لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية بمناسبة ختام فعاليات التمرين الأمنية المشرك حيث تبادل سموه خلاله معهم الأحاديثة حول مختلف الشؤون المتصلة بدعم التعاون والتنسيق المشرك والقضايا المتصلة بالأمن والاستقرار بالمنطقة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة